تفسير رؤية نطح السور في المنام الفتاة العزبة التي ترى أن صورا ينطحها في المنام علامة على اقتراب زواجها رؤية الرجل أن صورا ينطح شخصا ما في المنام ويقع هذا الشخص على الأرض دليل أن هذا الشخص سيتوفاه الله في الواقع والله أعلى وأعلم كما تدل رؤية الصور ينطح في المنام تكون إشارة على مشاكل كبيرة يقع فيها صاحب الرؤية الأيام المقبلة كما تشر رؤية الصور بدون قرون وينطح صاحب الرؤية دليل أنه سيرزق بأطفال صالحين والله أعلم عندما ترى المرأة المطلقة أن صورا ينطحها في المنام إشارة على ضرر وشر سوف يصيبها الأيام المقبلة الفتاة العزبة التي ترى صورا اسود في المنام علامة على زواجها من شخص له سلطة ونفوذ واسعة وكبيرة والله أعلم رؤية الرجل الصور الأسود في المنام قد يشير على تمتع الرأي بقوة وشجاعة يستخدمها في الخير دائما والله أعلم الشخص الذي يرى بأنه يركب صورا اسود في المنام ويلحق به الأزى فإنه يلحق به الأزى والمشاكل عند ركوبه البحر وقد تصل للموت والله أعلم رؤية الهروب من الصور الأسود في المنام علامة على فقدان الرأي لمنصب كبير ومكان مرموقة والله أعلم في المنام تشر رؤية الصور الأسود في المنام دليل على الخصومة وعلى أعداء منافقين حول صاحب الرؤية فعليه الحظر والله أعلى وأعلم